السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله سنرى مع بعضياتنا اليوم حلوة اللاتة الشهيرة أو لا حلوة صينية بكمية وافيرة المكوناتها بسيطة وفي المتناول وكتخرج واحد الكمية اللي هي وافيرة وكيف قلت فوقت اللي هو قصير يعني فوقت اللي هو قياسي قد يتكون بمدق ريشبوند حلوة أكثر من رائعة تحت طلب العديد من الأخوات اللي بغاوا حلوة اللي هي سهلة وبسيطة وفي المتناول خليكم معي أخواتي من الأول تالأخير وما تنسونيش فضلا من تشجاعة ديالكم الله يجازيكم بخير من باب التشجيع والتحفيز غادي نبدأه على بركات الله نذكروا المكونات وحنا كنتبقوا في الوصفة غادي نحتاجوا ربعات لحبات ديال بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ولكل حجم ديالهم كبير يكون أحسن كتخرج لنا واحد الكمية اللي هي كبيرة نديرهم مباشرة في القصرية اللي غادي نخدم فيه وغادي نضيف معهم جوش كيسان ديال السكر سانيدة أو سكر حبيبات وتكون دائما سانيدة رقيقة قبيصة الملحة منسوهاج دائما لتصحح الدوق رشة ديالملح غادي ندمج البيض مع السكر ومعاه السكر منسم بالفانيلا أنا هنيا غادي نخدم بالفوي وممكن تخدموه مباشرة يعني بالكف ديال يديكم تخدموه في القصرية حتى غادي دوب البيض مع السكر وكن أكد على السكر يكون الحجم دياله رقيق باش هكا كتجي نهشيشة وكتجي رطبة كيف قلت في البداية بمضاق دياله الريش بوند يعني كتجي خفيفة وإن شاء الله غادي نعطيكم السر باش تحصلوا وعليها تكون رطبة لا تدجيش قصحة وما تدجيش نشفة بعدما ندمج البيض مع السكر سوف نضيف الزيت بالنسبة للزيت جوج كيسان ديال الزيت العبار اللي خدمنا به هو كاس العنباء أو كاس شاي المغربي اللي يزلينا 150 او لا 160 ميليليدر كنوصل الخفق يعني كنخلط الزيت مع السكر حتى كتدخل الكمية الأولى ديال الزيت وكنبقى نضيف في الكمية الثانية يعني جوج كيسان ديال الزيت بأنكم تدمجوهم مزيان مع بعضياتهم يعني حتى كيدوب الزيت مع السكر ومع البيض ممكن تخدموه باليد ديالكم اولى بالكف كيف قلنا اولى بالراحة ديال الليد كيف غدي نشوفوا معي انا فضلت هنا ندير الفوي باش هكا كي يخدمهم ليمزيان كنحصلوا على خليط اللي هو كريمي غدي نضيف قشرة ديال البرتقال غدي نسمها غدي نسم بها هاد العجين ديالي المدق ديال الفانيلا مع البرتقال كيتوتو بزف وبنسبة لها الحلوة ديال اللاطا او لا حلوة ديال الصينية كي يكون فيها المربى يعني كي يجي واحد مزيج اللي هو يزوين ما بين قشرة البرتقال والمربى غدي تكون عندي واحد الكمية ديال الدقيق مغرب لها على جنب بالنسبة لكمية ديال الدقيق غير محددة ولكن اللي انصحكم به انكم ما تزعموش في الدقيق شوفوا معي الخليط كيفاش كي يكون ديال القشرة ديال البرتقال كتزيد تعطينا داك اللون اللي هو مصفر و تزيوت الطيارة في القشرة حيكا تبان في المدق ديال الحلوة بالنسبة للدقيق كي يكون مغرب اللي وكان عاود نغرب له مرة تانية وانا كنضيف ما تزعموش في الدقيق بالنسبة لهذا الحلوة هذي كل ما كانت رطبة كل ما كتجينا لديدة او ما كتجينا شناشفة كم قنضي في الدقيق شوية بشوية و ردوا البال ان عندنا واحد الكمية غدي نضيفوا لها الكاكاو و كيف كتعرفوا ان الكاكاو كينشف الحلوة او للعجين يعني ردوا البال عندنا اربعة ديال اكياس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر احتى هما يا غدي نغرب لهم و العجين ديالي غدي نخلي شوية مرخوف دائما دقيق كان اكد لانكم ما تزعموش فيه لاني لنشفت لكم هاد الحلوة هذي رافر المدق ديالها او ما كتصبرش اني ضغية كتقصح ولكن الى تبعتم معي الخطوات انا غدا معاكم قدقة العجين خاسها تكون خفيفة كيف كتشوفوا معي نحتاجوا واحد الكيمية غدي نضيف لها الككاو والكمية الثانية حتى نشوفها باقة خفيفة يعني ونقسمها دابعنا يا هادي اللي غدي يتبقى بلول الابيض اضفت لها ملعقة ديالتقيق هي اللي زيتها سفي القوام ديال العجينة هو هاد ما كتكونش قسحة وما تكونش خفيفة بزة المهم في يديكم كتكون رطبة ودائما كنحاولوا اننا ننقيسوا العجينة باليد اللي ما كتكونش فيها او اللي ما كنعجنوش بها كتكون نشفة العجينة غير ما تلتسقش لنا في اليد ديالنا صافرها خدا تحقها في الدقيق غدي نجمعها ونخليها على جنب يعني نحتها في واحد ونخليها على جنب الحصة الثانية هي اللي غدي نضيفه لها الكاكاو غدي نضيف لها جوج أكياس ديال الكاكاو المور ومن الاحسن تخدمه بالكاكاو نوعية جيدة لان دك اللي كيكونك حل بزة او اللون دياله كيكون غامق هادك يعني كي نشف لنا الحلووح تلمادق بكيكونش زوين انا كنفضل هاد الساشيات هادو يعني المادق ديالهم زوين غدي نغرب الجوج أكياس ديال الكاكاو المور هاد الكيس الول وكل ما بغيتوها اللون ديالها غامق بزة نقصوا من كمية ديال الدقيق وضيفوه الكاكاو على العموم أمنى بالنسبة لي جوج أكياس كيعطوها اللون اللي هو يزوين خصوصا من هاد النوع هادا واللي توفر لكم غير المهم كن اكد على كاكاو يكون زوين بعد ما كندمج الكاكاو كنحصل على هاد النتيجة هادي شوفوا معي العجينة راكيكو نرطب هذا هو القوام دياله هذا اولى هادية الحصة اللولة والحصة الثانية حتى هي اللي كتكون باللون الابيض ودائما نحاول انكم تحيدوا الحصة اللولة اللي كتكون بيضة من القصرية اولى الاناء اللي خدمتو فيه سبقوا الحصة اللولة البيضة وحصة اللي هي بشوكولاتة وكل حصة قد ينقسمها على جوش ونحاولوا انهم يكونوا في قياس واحد باش هكا يجيوكم الطبقات مقاددين نتمنى تكون تتبليكم العجينة انها رطبة يعني ماشي قصحة في نفس الوقت ما كتلتصقش في اليدين وهنا بالاستعانة بواحد البلاستيكة يعني البلاستيك ديالة اللي كنديرو فيها يعني الاكل ديالنا كنحاول انني نسرح طبقة اللولة هادية باش كتحدد لي المربع لانني غدي نديرها على شكل مربع اولا غدي نديرها في الطاوة اللي كتكون مربع هادي كتعاوني انها تحدد لي المربع كنسرح طبقة اللولة اللي كتكون بيضة بنفس الطريقة كنسرح طبقة تانية بدوق شوكولاتة وكنحطها مباشرة فق منها الى بقولي ايا شي جنيبات هكا كنحاول انني نسو ديهم كيف كتشوفوا معي بهات الطريقة واردوا البال انكم تحطوها متساوية فق منها مباشرة هادي الحصة التانية ولو اطلقتها شوية فق طاولة العمل لكن رجعتها البلاستيكة لانه ضروري من البلاستيك او لا ورق المطبخ هو اللي كي هزلنا العجينة وكنحطوها بطريقة اللي هي سهلة كنبقى نسرح طبقة كاملين وحتى البلاستيكة كتعاوني انني نقلبها فق الصينية بطبيعة الحرة اني محيضة البلاستيكة من الجهة السفلو ومن الفق دابو كنحاول انني نقرسها باليد ديالي ومن بعد غدي نستعن بهذا المدلك اللي هو صغور ونسترحها كاملة على الصينية كيف كتشوفوا معي بعد ما كنقدلها الوجهة ديالها كامل يعني كنقدل لها السطح ديالها غدي ناخد هاد العود هذا الخشبي اللي كيكون مسنن يعني اللي كنديرو فيه القطيبات ديالنا او العود الأسنان وغدي نتكها كاملة لانه كيكونوا فيها فوق عاد نحاولو اننا نتكوها كاملة باش ما كتتنفخش او ما كتبوقش كيف كنقولو الفرن كيكون ساخن وكنقصله درجة الحرارة 160 درجة وكننطيبها من جاسوف لحتة كنشوفها تحمرت كنشعل عليها من الفوق اللون ديالها يكون مدهب يعني ما تخطفش وفي نفس الوقت تطيب نسيان مباشرة غدي نفرغ فوق منها المربة وهي ساخنة كي كنخرجوها كنفرغ فوق منها المربة اللون ديالها هنا ما كين بنش لكم لان الإيضاء شوية مجهدة يعني ما بنش لكم اللون ديالها هي كتكون محمرة وفي نفس الوقت كتكون طايبة كيف قلت اردوا البال منين نسخوا الفرن نقصوا له درجة الحرارة بالنسبة ل المربة يكون سائل أنا عندي هذا اللي فيه قطع بعد ما دهنتها كان حيي الدوك القطع اللي كيكونوا مبينين وغدا نرشلها جوز الهند أو لا الكوك يعني خدموا بالمربة اللي كتكون سائل كنخدموا به الريش بونت ولكوك كل ما كان عندنا جوز الهند نوعية مزيانة إلا وكتعطينا مدق زوين غدي نسنو على الحلوة ديالنا حتى غدي تبرد على خاطر ها كل ما خليته ها تبرد يكون أحسن شوفوا معي مني كان قطع الجوانب ها همية ما كتتهرس مواله كان ناخده واحد سيكين يعني غري يكون ماضي هذا اللي كان قطعه بها الخضراء وكان بداء نقطع فيها قطعها المربعات كيف مبغيتو او لمستطيلات هنتم ما كتتحيد بكل سهولة والطبقات كيجوا فيها باينين يعني كل طبقات كتكون مفروزة على الثانية اولا كتكون واضحة على الثانية عفوا ما كتلتسق مواله كتكون طايبة وهنا يا غدي اندوزوا باش نقطعوها يعني قطعوها كيف قلت مربعات او لا مكعبات انا قطعتها على شكل ارخامة كتجي رائع وكيف قلت بدوق الرش بونت يعني كتجيه شيشة كتدوب في الفم يلا تبعتم معي المراحل ان شاء الله غد يتنجح معكم كتخرج كمية وفيرة وفي واحد الوقت لي هو قياسي او لو في واحد الوقت لي هو قصير هذه هي حلوة اللاطا او لا حلوة الصينية الشاهرة بمداق الرش بونت كتجيه اكتر من رائعة اخواتين انتمنى الوصفة دي اليوم تكون عجباتكم وكتجي الطبقات ما تبخلوش عليا بلايك لي تشجيع بطبيعة الحال وتعليق من تعليقاتكم زوين المحافظة ببرتاجيه الفيديو مع العائلة والاهل والاحباب ولكم الاجر انطلقوا ان شاء الله فيديو جديد وبصحة والراح اشتركوا في القناة